قدامنا مراسم التتويج وطبعا نادي الزمالك وصيف كأس مصر في هذه البطولة والنادي الأهلي هو بطل كأس مصر النادي الأهلي بالتأكيد خلال هذه البطولة انت ممكن تكون خسرا دوري لكن الروح المعنوية ممكن ما تكونش في نفس المستوى اللي كانت موجودة في ختام الدوري لكن بالعكس روح الفانيلا الحمراء في يوم التتويج النهاردة وهو جاي في نفس يوم احتفال النادي الأهلي بعيدة ميلاده 114 سنة تواصل أجيال إحراز بطلات قرارات ترباوية وقرارات تاريخية والأهم من كل ده جماهير النادي الأهلي تحتفل بهذا اللقب وهذا الإنجاز مع نجوم كرة اليد وزي ما قلت في البداية العنوان الصحفي لهذه المباراة وهذا الحدث يد الأهلي دايما في العلالي يد الأهلي لن تسقط أبدا يا أمير وإحراز بطولة مهمة زي بطولة كأس مصر طبعا لحظات مهمة جدا وغالية جدا لكل جماهير النادي الأهلي نشوف فيها تتويج رجال كرة اليد بالنادي بطولة كأس مصر إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحلة اللي جاية والبطولات المختلفة القادمة شكرا لكم